على قاعدة إفراج الشرعية عن كل أسرى الحثيين مقابل إطلاق الحثيين لكل أسرى الجيش والمختطفين المدنيين أو ما يعرف بالتبادل الشامل بغض النظر عن الأعداد وافقت الحكومة اليمنية على آلية الأمم المتحدة للتبادل كأحد إجراءات بناء الثقة غير أن ذلك يطرح مخاطر عديدة أمهات المختطفين أحد أشهر المعنيين بالمختطفين قالت إن الأمهات يشعرن بالصدمة عند متابعتهن الأطروحة التي وافقت عليها الحكومة والتي تعتمد التبادل الشامل غير الموجودة في اتفاقات سابقة أمهات المختطفين قالت أيضا أن هذه الطريقة وسيلة لإسقاط حقوق المختطفين وإفلات المجرمين المتسببين بهذا الانتهاك الخطير من العقاب وطريقة لتهجير أبنائنا من الحديدة وأمانة العاصمة وصنعاء ودمار وحجة وصعدة بعيدا عن عائلاتهم وأعمالهم رابطة الأمهات قدمت كشفات للوزير اليماني رئيس الوفد الحكومي تشمل معتقلين مرضى في سجون الحوثيين الوفد الحكومي قال إنه بات جاهزا للمضي في إطلاق صفقات التبادل لكن رئيس الوفد خالد اليماني حذر الأمم المتحدة من أن تكرر الميليشيات الحوثية سلوك إسرائيل في إعادة اعتقال المحررين وخاصة من المدنيين المقيمين في صنعاء والمناطق المحتلة وتنطلق اليوم في القصر الملكي بالسويد المشاورات اليمنية والتي ستبحث في يومها الأول آلية تنفيذ اتفاقية إطلاق الأسرة وخفض التصعيد في الحديدة اشتركوا في القناة